هذا وقد شهد رئيس عبد الفتاح السيسي جلسة حوارية حول أهمية التعاون في مجال الطاقة وتغير المناخ ضمن فعاليات الدورة السادسة من معرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول إيجبس 2023 ودرك جلسة الحوارية المحاور جون ديفتيريوس محرر الأسواق الناشئة سابقا لوكالة CNN أستاذ الأعمال بجامعة نيورك أبوظبي والذي أكد أن عام 2022 كان مليئا بالتحديات التي من بينها المشكلات العديدة في أسعار الطاقة ومشيرا إلى التأكيد خلال مؤتمر المناخ كوب 27 على الحاجة إلى ضرورة الاستدامة ودعم إفريقيا للحصول على الطاقة